موسيقى السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساوات نتحدث فيها عن وضع المرأة التونسية بعد عام كامل على اندلاع ثورة وهل هناك تخوف من تراجع الحريات أو تعطيل مجلة الأحوال مستقبلا بعد فوز التيار الإسلامي بالانتخابات نرحب بضيفة مساوات الأعلامية والنشطة الحقوقية التونسية إيمان بحرون أهلا وسهلا بك أستاذ إيمان زميلة في الأعلام التونسي أهلا مرحبا بك وشكرا لقناة الحر على هذه الدعوة ويسعيدنا جدا أن نتكلم اليوم في هذه القناة عن المرأة التونسية وعن تونس بشكل نعم شكرا لكم على الدعوة سأبدأ معك بما أننا أكملنا اليوم عام كامل على اندلاع الثورة التونسية سأبدأ معك مع المرأة التونسية هل المرأة التونسية اليوم تعمل على المحافظة على مكاسبها السابقة على الحصول على المزيد من الحريات والحقوق في تونس برأيك؟ أكيد أعتقد أن العالم جميعا يعرف والعالم العربي بصورة أكثر أن المرأة التونسية لديها وضع تشريعي منذ تحقيق استقلال تونس كان بخيار من الزعيم الراحل لحبيب بورغيبة أن المرأة تكون شريك فاعل للرجل في كل المراحل التي ستصاحب بناء الدولة الجديدة وبناء الاستقلال للبلاد تركيز الاستقلال للبلاد فالمرأة التونسية كانت حاضرة سياسيا حتى قبل الاستقلال في فترة الاستعمار مع مناظلات تونسيات مثل بشيرة بن مراد وخرجنا في مظاهرات من أجل الهوية التونسية ومن أجل أن تونس تكون مستقلة فبالتالي مسألة حصول المرأة على ما هو من الأساس حق لها مسألة لا يمكن لأي شخص أن يحاول المساس بها وبورغيبة رغم كل السيئات ربما التي يمكن أن تسجل في تاريخه كزعيم اختار أن يواصل مدى الحياة زعامة تونس واختار ابن علي بعد ذلك في فترة أخرى أن يضع حيدا لهذا الخيار بورغيبة أعطى حقوقا كثيرة للمرأة كما قلنا وآمن بها وجعلها في مرتبة دستوريا وتشريعيا تخول لها أن تكون فعلا لها مكانة متميزة وهذا ما أثبتته على أرض الواقع ليس اجتماعيا فقط على مستوى عائلتها حتى على مستوى مشاركة فعلية كما قلنا للرجل عندما أتى ابن علي للحكم كانت نفس التخوفات اللي كانت موجودة الآن على أنه سيقع التراجع في مجلة الأحوال الشخصية وكانت النقطة الدائما التي تحوم حول وضعية المرأة هو تميز المرأة التونسية بأنه ما فيش تعدد زوجات فكان هذا الخوف مع ابن علي ربما كان تميز إيمان في المغرب العربي لكن في الخليج البعض ينظر لهذا أنه تعدي على الشريع الإسلامية هو على كل تصور قراءة تونسية للشريع الإسلامية على أساس أنه هناك تطور وعندما أحل الله الزواج للرجل بأربع كانت هناك ظروف معينة وطبعا من اختار هذا النهج كانت له مرتكزاته الدينية وهي قناعات دينية في الأخير وهي قناعات وقراءة للدين وقراءة للزمن المرأة في تونس نعلم أن البعض منع من دخول الجامعات بسبب النقاب والحين الحجاب له مشاكل في المغرب العربي بينما في دول أخرى في المشرق العربي بعض الدول تفرض الحجاب تمنع السفور والتبرج برأيك هل المرأة بشكل عام اليوم بدأت المرأة تونسية تلبس وترتدي هذا النقاب والحجاب بعد الثورة مباشرة هل المرأة تبحث عن حريتها تحديدا لتقوم أولا بلبس هذا النقاب والحجاب أو في المنطقة الأخرى بقلع الحجاب إن كانت ليست محجبة هو في شقين والمسألة ينظر إليها من زاويتين الزاوية الأولى متعلقة أولا بفكر المرأة التونسية بشكل عام بقطع النظر على أنها متحجبة أو غير متحجبة لابسة للنقاب أو كما يختار البعض أن يقول متبرجة المرأة التونسية أولا بمختلف أشكال ممارستها لعقيدتها الدينية هي مرأة لها فكر ولها قناعة ولها أنفة وكما قلت لك رواسب سنوات من الوضع التشريعي المميز للمرأة التونسية اللي يمكنها من ثقة كبيرة في نفسها ومن اختيارها يخليها اليوم هي التي تختار مصيرها وتصر على مصيرها ما حصل بالنسبة للحجاب أو النقاب أنه في آخر أيام أو في آخر سنوات حكم بورغيبة كانت هناك ممارسات ضد المحجبات والمنقبات وتواصل هذا الأمر بشكل عريف جدا لأنه المعروف أن الرئيس بن علي كانت له مهمة كما عديد الرؤساء العرب أنه القضاء على الإسلاميين والقضاء على ما يسميه الغرب بالعنف والإرهاب الآتي من الإسلاميين فكان شديد العنف في التصرف مع سواء النساء الإسلامية التي يمارسنا كما قلت لهنا حرية ممارسة ديني هنا سواء في الحجاب أو في النقاب ومع الرجال أيضا فاليوم المرأة التونسية الثورة التونسية مكنتها من أن تختار سواء تحافظ على شكلها كما هي بدون حجاب أو تختار النقاب هذا ما خلقته لها الثورة لكن أنا أسألك حتى قبل الثورة برأيك هل المرأة التونسية من مطالب التي فعلا كانت تسعى لها هل كانت سياسية بحتة لأنها اجتماعيا المرأة التونسية وقانونية هي أتركيني فقط أكمل فكرة للمشكلة في تونس بالنسبة للحجاب والنقاب أنه في عهد الرئيس بورقيبة خاصة في السنوات القادمة ومن بعده في عهد الرئيس بن علي وقعت ممارسات ظلمة جدا ضد المرأة التونسية التي اختارت النقاب كان صعب التفكير فيه أساسا حتى الحجاب كانت المرأة التونسية تمنع من أنها تدخل إلى الإدارة العمومية وحتى الإدارات الخاصة بالحجاب كانت المرأة التونسية تمنع من الدخول إلى الجامعات وإلى المعاهد الثانوية بالحجاب كانت الشرطة التونسية تمارس بأمر من بن علي انتهاكات ضد حقوق الإنسان وضد المرأة التونسية فقط لأنها لابس الحجاب من المفارقات نتذكر أنها كنت في حوار إعلامي مع سيدة تونسية تقول أنه من عجائب الظهر في عهد بن علي أن المرأة لما تكون متبرجة ولابسة لباس غير محترم وتمر أمام مخفر شرطة حد ما يوقفها وحد ما يسئلها ليش أنت لابسة هيك لكن لما تكون المرأة التونسية لابسة حجاب يوصلوا إلى درجة أنهم يرفعوا لها الحجاب من على رأسها في الشارع أو يزجوا بها يعني داخل مركز الشرطة تسأل لماذا ترتدين الحجاب هذا القمع الذي مورس ضد المرأة التونسية هو اللي يجعلها بعد الثورة وحتى إذا كانت ترتدي الحجاب من الأساس أو تفكر فيه يعني إضعاف الوازع الديني هذا هو اللي خلاها تعود إلى دينها تغيب حرية لأنه كان فيما قمع على مستوى ممارسة العقيدة أنه ترفض أن شخص تخليه ممارس عقيدته كما يراها النقطة فين اطرحت في تونس الآن تونس يعني منذ أسبوع أو أكثر في تونس هي بالنسبة لدخول المنقبات إلى الجامعة هناك قوانين تحدد كيفية الدخول إلى الحرم الجامعي والقانون التونسي يمنع دخول أي شخص من دون الكشف عن الهوية ولباس النقاب طبعا يخلي الطالبة الجامعية لا تكشف هويتها في الدخول هنا تخلق مشكلة حول 65 طالبة فقط على مستوى مئات ألاف الطلاب والطالبات فوقع اعتصام داخل كلية الأدام في بنوبا دخول سلفيين طيار سلفي بدأ يتكاثر الآن في تونس من خارج الجامعة وظلوا مرابطين داخل جامعة منوبا وطبعا التف المجتمع المدني حولهم من مؤيد ورافظ ودخلت فيها المسألة الأحزاب وتطرح موضوع النقاب كموضوع عنده أهمية في حين نادت أطراف أخرى لا تلقوا بمصير المرأة التونسية في مسألة النقاب مشاكل المرأة التونسية ومتطلباتها في مرحلة ما بعد الثورة في وضع اللبنات الأولى لبناء الجمهورية الثانية ليست النقاب النقاب يبقى نقطة من النقاب في ممارسة حرية العقيدة المرأة التونسية اليوم مطالبها أكثر بكثير من النقاب يعني من أنها تمارس مطالبها سياسية أكثر من مجتمعي ليس فقط على أنها إمرأة لها قواعد تشريعية وليس فقط أن تكرس حقوق المرأة أو تعلم مرتبة الدستور لأنه نفتح قوس أن حركة النهضة لإخذات الكتلة الأكبر داخل المجلس التأسيسي اللي هو يمثل البرلمان التونسي الآن الهيئة الشرعية حركة النهضة كان في تخوفات كثيرة في مسألة حقوق المرأة عصري عمان قبل الفاصل هل العكس صحيح في حال امتنع دولة فرضة للنقاب والحجاب هل أيضا هي تغييب حريات برأيك؟ أكيد لأنه أحد الثورة قامت من أجل حرية الإنسان ومن أجل حرية الإنسان بشكل عام وقرمت وقرمت الإنسان هو في أن يمارس حياته بشكل كما يراه هو فقط جميل بعد الفاصل المزيد مع الإعلامية والنشطة التونسية إيمان بحرون موسيقى أهلا بكم من جديد أستاذ إيماني شعب قمع من الحديث حتى الحديث ومجرد الحديث في المجالس عن السياسة سياسة الدولة اليوم كيف هو مع السياسة؟ لأي مدى هناك واعي سياسة في تونس؟ شوف في تونس أنا شخصيا اللي اتفاجأت به لأنه عشنا لعشرات السنوات والشعب التونسي يعني يقع الهاء عن السياسة بالكورة بالفن بغطاءات كان النظام السابق يضحى يعني انظروا في أي زاوية إلا زاوية السياسة لأنه كنا نعيش زمن الحزب الواحد زمن اللون الواحد زمن الرئيس الواحد الثورة التونسية مكنت الشعب التونسي من أنه يعبر عن رأيه وأنه يتكلم سياسة اليوم كما قلت لك يعني كل الشعب التونسي من سائق التكسي من السياسي نفسه من الإعلامي من المثقف الشعب الكل يتكلم لغة واحدة هي لغة السياسة وأساساً اللي يدل أنه شعب التونسي لم يكن يمارس عليه النظام السابق السلطة كما هو تصورها أنه هو كان يتصور أنه شعب مخدر مخدر ببلاه الحياة الشباب يعني عايش حياته المرأة التونسية كانت يعتقد النظام السابق أنه كان يعطيها غطاء أنها يعني نور المجتمع وأنه هي في العالم العربي وفي العالم ككل أفضل مرأة وأنه حقوقها يعني الغطاء هذا اللي حاب يعطيه على أساساً يلهيها على السياسة ويلهي المجتمع التونسي على السياسة يوم 14 أو يوم 17 أو 12 اكتشفنا أنه شعب فاهم الوضع وأنه الشعب في داخله ثير على الوضع كيف تمكن الشعب من فهم ذلك وهو لا يستطيع التحدث في ذلك يعني أنا مع صديقات لا أستطيع أن أتحدث في السياسة كيف بعد الثورة يعني يكون لدي أو حتى خلال الثورة يكون لدي هذا المفهوم والوعي الكبير بالثورة وبحقوقي السياسية وحقوقي كإنسان حتى نحن كنا نتحدث السياسة خارج الأطر العامة يعني في تونس كما في عديد البلدان الأخرى كنا نخافوا أن نحن نتحدث سياسة مثلا في مكان عام على أساس أنه كل من جنبك يمكن يكون بوليس سياسي يمكن يكون يتنصت عليك لكن اللي خل الشعب التونسي أثار وخرج من جلده ربما اللي حبي النظام السابق أنه يحدده له ويحطه فيه هو القمع الذي مورس ضده خصوصا من عائلة الرئيس وأسهاره يعني شعب جزء كبير منه أو على أقل نسبة هامة اللي هي كشفت الآن بعد الثورة النسب أنه فما 24% من الشعب التونسي يعاني من الفقر في المقابل ترافي عائلة حاكمة وترافي أسهار رئيس يعني الشعب التونسي ليست له ثروات طبيعية له ثروات بشرية يعني في الأفكار يعني كل من جيبه أموال للدولة هو نتاج تعب نتاج فكر نتاج ناس شقات نتاج محاولة وسعي أطراف كثيرة لجرب استثمارات أجنبية وتشجيع الاستثمار الداخلي فأنت تشوف يعني عصار التعب الشعب التونسي تأخذها عائلة حاكمة التي تعيش بها ملاذ الحياة وجزء من الشعب يعيش الحرمان يعني هذا اللي يخلى الشعب انطق يعني إضافة إلى استفحال الفساد استفحال الرشوة استفحال انتهاك حقوق الإنسان استفحال محاولة ذل المواطن التونسي وثلاث ألاف سنة من الحضارة اللي مرت على تونس خلت تركيبة التونسي يعيش بأنفو يقولك يعني يحس انه نفسه ما نجموش يكون إنسان ذليل أو إنسان يقنع بما يحاول أن يفرض عليه فكان السكوت لمحالة طويل شوية 23 سنة أو خلينا نقوله عشرين لأنه السنتين اللولانين الثلاثة حاول بنعلي أنه يهم الشعب التونسي أنه فاتح المجال للحريات وأنه من حق الشعب توزيع الثور عليها الثروة عليها بالتعادل يعني فيه أشياء حاول أنه يموه بيها وأنه يقنع بيها الشعب التونسي الشعب التونسي سامعوا وبعدين صبر عقدين من الزمن ويوم ما قال له تبين أنه لديه بطنيا وعي سياسي لأنه الممنوع كان يحلى السياسة ممنوعة الحديث فيها في أماكن خاصة كنا نتحدث سياسة وحتى في الأعلام عندما حاولنا أن ندخل إلى المناطق المحظورة ونتحدث سياسة كانت اللاقات مرفوعة في الواجه يعني بطريقة طبعا صعبة جدا طبعا برأيك هل البوعزيزي كان فعلا انطلاقة التونسيين لثورة أم أن كان التونسيين يعني فعلا ينتظرون أي حركة حتى يقومون بالثورة هو أكيد كانت كنار الخامدة لكن ما قام به محمد البوعزيزي من أحساسه بالغبن وبالظلم ومن أحساسه بانسداد الطرق أمامه هالشرارة اللي خلت أنه التونسي يعتز بأخيه التونسي وإحنا عنا في تونس كما قلت لك مسألة أنه الإنسان التونسي لديه مكان في العالم فلما يوصل شاب تونسي في ربيع العمر أنه يحرق نفسه من أجل الظلم والقاهر ومن أجل الغبن وأطراف أخرى تتمتع بـ يعني تطلعنا وسائل الإعلام الأجنبية وتطلعنا أحاديث المقاهي في الزوايا بأنه هناك أناس أخرين يتمتعوا بثروات الشعب التونسي وأناس شباب لهديهم شهادات عليا يجدون أنفسهم في لحظة فارقة مع الزمن أنه يجعل النار في نفسه هذا القمع يعني منتهى القمع اللي خلى الشعب يعني تتحرك شيء ما في داخله ويثور ضد نظام أسلوبه الوحيد هو يعني إذلال الشعب ثورة الياسمين ثورة الكرامة كما سماها التونسيين أنفسهم ثورة الياسمين طبعا اسم غربي أكثر الصحافة الغربية رحضه الشعب التونسي نعم وثورة الكرامة وثورة أيضا الصبار كما قال الطهر لبيب الأستاذ الطهر لبيب برأيك يعني هذه المسميات وهذه وربما ثورة الياسمين التي ترمز إلى حد ما ليس فقط لنعومة الياسمين المشهورة به تونس وإنما حتى نعومة السيدات برأيك هل المرأة غيبت أم فعلا غابت عن الثورة كانت مجرد يعني الشخص من خلف الكواليس كانت تدفع الرجال لماذا لم نرى المرأة التونسية بالشكل البارز كثيرا على الإعلام خصوصا العربي هو فيه شقين في الإجابة التي نحاول أني نفسر بها الوضع المرأة التونسية كان حضورها من عهد الرئيس بن بورجيبة ومن بعده الرئيس بن علي كان حضورها على المستوى التشريعي هو المتميز وأيضا حتى إقحامها في الحياة العامة كان بن علي يدعي أن المرأة هي شريك فاعل وأساسي للرجل لكن كانت فما تمييز لصالح الرجل سياسيا سياسيا لكن اجتماعيا اقتصاديا فما موازت في الأجر فما موازت حتى ربما غلبة في بعض الحقوق لكن سياسيا المرأة كانت مغيبة حتى عدد الوزيرات اللي في عهد بن علي كان ضعيف جدا ونوعية الوزارات يعني الحقائب التي توليتها المرأة كانت وزيرة مرأة وزيرة تشغيل وزيرة بيئة لم تكن في حجم وعي المرأة التونسية هذا ما يمنعش أن الثورة التونسية شاركت فيها المرأة التونسية ندا للندمع رجل لأن خروج الثورات ربما في المناطق الداخلية كان فيه رجال أكثر اعتبارا لخصوصيات المناطق كان فيه سيدات وأنسات كثيرات لكن يوم ما صارت الثورة 13 و14 الثورة الحقيقية اللي تلاها رحيل بن علي كان أمام وزارة الداخلية عدد مهول من النساء التونسيات أنا نتذكر فيما مشهد صورة لأمينة عامة لواحد من أشهر الأحزاب في تونس أحزاب المعارضة اللي هو الحزب الديمقراطي التقدمي واللي هي سيدة ميا الجريبي كانت فوق الأعناق كانت قدام مقر وزارة الداخلية محمولة على الأعناق وكانت تنادي إرحل ديجاج أين الإعلام عن هذا المشهد؟ الأعلام ربما أنا شخصيا ريت في الأعلام حتى في الأعلام الوطني كان فما المرأة التونسية لا أنا تحديث عن أعلام الوطني نقطة بنقطة أنا في الأعلام الوطني رأيت وجود كبير للمرأة التونسية وشاركت في منابر الحوار السياسية وتكلمت في الأعلام العربي ربما لأن المرأة التونسية لم تكن فعليا تمارس الحياة السياسية لم تكن معروفة لدى الإعلام العربي والأجنبي في فترة الثورة لم تتم دعوات تتوجيه دعوات للنساء التونسيات لكن أؤكد لك أن الآن في تونس المرأة التونسية ناشطة ندا للند وهذا تجسب من خلال اللي حكيت لك عليه قبل البرنامج مبدأ المناصفة في الانتخابات متع المجلس الوطني التأسيسي أنه تكون نصف القائمات سيدات والنصف الثاني رجال يعني كان فرض قانون انتخابي يفرض على الأحزاب والقائمة المستقلة وجود متوازي 50% 50% للرجل والمرأة لكي يكون حضور فعلي سياسيا للمرأة طبعا أنا تحدثت عن هذه النقطة لأن المشهد بالنسبة لنا كان المؤثر المشهد المؤثر أكثر كان عن أبو عزيزي ثم من شاهدنا هرمنا نعم هناك مشاهد كثير للرجال وحتى من علي هرب لكن لن نهرب بعيد بعد فاصل نواصل مع إمام بحرون ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد أستاذ إيماني كانت البطالة من أبرز أسباب قيام ثورة تونسية انتهى النظام تشكلت أحزاب أجرت انتخابات هناك تغييرات كثيرة أين وصلت البطالة أين وصل ملف البطالة هل تناقصت برأيك هو لا يمكن تحديد النسب الآن لكن الحكومة الانتقالية الأولى قبل أن تستقيل حاولت أنها تضع لبنات برامج منها برنامج أمل للحد من البطالة في تونس لكن مقارنة بالوضع الاقتصادي اللي طبعا أصبح يترد في تونس نتاج عديد العوامل اللي عرفتها تونس بعد ثورة 17 ديسمبر ثم ثورة 14 جنفي ورحيل بن علي خلى أنه مشكلة البطالة ما كانتش بالنجاع يعني محاولات حلها ما كانتش بالنجاع المطلوبة الآن مطلوب من الحكومة الجديدة أنها هي تضع برنامج للحد الفعلي من البطالة اللي بش يكون يعني على امتداد سنوات يعني مخطط خماسي مش بش يصير ما بين لحظة وأخرى بش تكون محاولات من الثلاثي الحاكم أنه يحد بأكبر نسب ممكنة لكن كله مرتبط بالوضع الاقتصادي لتونس وبالاستثمارات الخارجية وبعودة الثقة للاستثمار الداخلي أيضا لأنه عانينا مشاكل كبيرة من غلق معامل ومصانع في تونس وشركات ورحيل مستثمرين أجانب نتيجة عدم استقرار الوضع ونتيجة انفلتات أمنية وانفلتات اجتماعية فهذا عمق البطالة مش حلها في تونس لأي مدى عبر صندوق الانتخابات أو صندوق الانتخابات عن إرادة الشعب؟ أعتقد عبر بشكل كبير لأن الشعب التونسي أقبل بشكل غير مسبوق على الانتخابات أول انتخابات حرة وحقيقية في تونس وكان كما تعرفون النصيب الأوفر لحزب حركة النهضة وهو تيار إسلامي حتى لو كان هو أصحاب الحركة يقولون أنه حزب مدني سياسي لكن هو مرجعيته دينية وليتلوه أحزاب أخرى فيها اتجاه يساري أكثر منه كان فيه توازن حتى خلوث الحاكم الآن ما نسميه بترويكا في تونس فيها تشكيلة أو توليفة من الشعب التونسي لأن الشعب التونسي فيه إسلاميين وفيه أيضا يساريين ما يطلق عليهم باليساريين فبالتالي الانتخابات عبرت بشكل كبير عن إرادة الشعب التونسي مع التأكيد في الأخير أن أكثر من نصف الشعب التونسي لم ينتخب فبالتالي هو تعبير عن نصف إرادة للشعب التونسي المنتخبون لا يتكلمون باسم شعب كله يحتاج المليون تونسي أو أكثر نعم ربما هو سؤال كبير أسألك ما الفارق بين تونس قبل الثورة وبعد الثورة بعد إكمال العام وهناك أعوام قبل الثورة لكن كيف يمكن أن نلخص ربما أهم النقاط التي تضحت حتى الآن خلال العام من أبرز نقاط كانت قبل الثورة وبعد الثورة أهم النقاط التي أراها أن ما تحقق قبل الثورة التونسية أن التونسي يستحق هذه الحياة الكريمة التي يعيشها الآن رغم الوضع الاقتصادي الحرج رغم أعلان البنك المركزي التونسي أن وضعيتنا الاقتصادية تتطلب من الحكومة الجديدة الشرعية هنا هي تقدم برامج فعلية للبدء فعلا في إنقاذ الاقتصاد التونسي لكن الإنسان التونسي الآن لا علاقة بالإنسان التونسي في ممارسته لحياةه اليومية لحقوقه لحق التظاهر اللي كان ممنوع في تونس لحق التعبير عن الرأي للإعلام التونسي اللي كان مواضيعه محدودة جدا ويعني مفبركة لعديد الأشياء يعني الآن في تونس الشعب التونسي يعيش ما يستحق هل هي فعلا ثورة شبابي يعني رغم أننا شاهدنا من هرموا هم من نزلوا إلى الشوارع هو من هرموا كانوا يعاضدون ويساندون جهود الشباب التونسي لكن أول من خرج هو شباب التونسي حتى كما تحدثنا الانطلاقة كانت من البعزيزي نتيجة البطالة ونجيجة أن الشباب التونسي أحس بالذل وبالانتهاك الكرمة الإنسانية وأعطى صورة غير الصورة اللي كنا نحن نحن أنفسنا نحملها عن شبابنا ما سبب تكاثر الكثير للأحزاب برأيك يعني حتى اليمن اليوم نشهد فيها تكاثر للأحزاب هي ظهرة صحية بيني وبينك يعني ظهرة صحية لأنه في أي محاولة لتأسيس ديمقراطيات حديثة ووضع لبنات جمهوريات جديدة طبعا حالة الانحسار السياسي والحزبي أنه غير مسموح لأي حزب غير منصق مع الحزب الحاكم أنه هو يظهر وأنه ياخد ترخيص يجعل هذه الطفرة الحزبية اليوم تاخذ مدى واسع وهذا إيجابي جدا وطبعا يعطي أكله لكن بعد ما تمارس فعلا لأنه الأحزاب التي تقدمت للانتخابات عددها لا يقارن بالـ 116 حزب أو 115 حزب اللي عنا في تونس كان أقل من النصف اللي تقدموا فعليا للانتخابات وأنه أحزاب لها هيكلة ولها قواعد ولها تنظيم لكن أقولهم بعض بشي يتصفى بالمصفات يعني الناس اللي قادرة أنها تضيف التونس هي الناس اللي بش تقعد نعم في حوار قمت بإجرائه مع أمين عام حزب حركة النهضة حمد جبالي نفى ما يشاع من أن الحركة ستعمل على فرض دستور يلغي الحريات مثل حرية ممارسة المعتقد والوضع تشريع للمرأة ومكانتها في المجتمع برأيك هل تصريح مجرد سياسة حزبية؟ لا أعتقد مع تركيبة الشعب التونسي التي حدثتك عنها لا أعتقد أنه سيتجرى اليوم حزب أو أي تركيبة ما أنه يمارس ما يرفضه الشعب التونسي الإسلاميين في العالم العربي الكل وفي ربما المغرب العربي هناك تخوفات منهم على أساس أنهم سيعملون على تراجع بنا إلى الوراء وإلى فرض الحجاب وإلى القمعة الحريات من الجديد وعودة الدكتاتورية بشكل آخر لكن أنا على الأقل أثق في شعبي لأنه لن يسكت على أي ممارسة ضد حريته ولا أعتقد أن الإسلاميين بين ضفرين بالغباء لكي يمارسوا دكتاتورية جديدة على شعب أخرج واحد من أكبر الدكاترة في العالم في الحوار نفسه قال لك يا الجبالي أن الحركة ستكون استباقية في منح نصف المقاعد المخصصة لها لمرشحات طبعا حركة النهضة محجبات أو غير محجبات هل تحقق ذلك على أرض الواقع؟ أعتقد 49 مرأة تابعة للحركة موجودات والحركة حصلت على ما أعتقد على 90 مقعد داخل المجلس التأسيسي يعني نسبة كبيرة من النساء داخل المجلس فعلا سواء تابعات للحركة وعلى فكرة كما قال الجبالي النهضويات كما يسميهم هما تابعات لحركة النهضة هناك محجبات وهناك غير محجبات لا يرتزين الحجاب والمجلس التأسيسي الكل في تركيبته وفي من نجح في الدخول إلى قبة البرلمان فعلا عدد محترم جدا من النساء التي يمارسنا في حقهن في تكريس إرادة الشعب يعني خلال عملك التلفزيوني وعملك الصحفي هناك بعض المشاكل الكبيرة التي واجهتها خلال السنوات الماضية خلال النظام السابق ما الخطوط الحمراء التي كانت فعلا هي التي تجاوزتها ووصلت بك إلى ما وصلت إليه من مشاكل هو المفارقة أنني كنت ولازلت أعمل في وكالة الأنباء التونسية اللي طبعا هي جهاز حكومي عمومي حكومي وهو الناطق الرسمي اللي كان عنده المونوبولم نشاط رئيس الدولة ونشاط الوزراء وفي نفس الوقت طلب ترخيص من رئيس مدير عامل وكالة وهو طلبه من رئاسة الجمهورية أني أقدم برنامج في قناة تونسية خاصة فلما أعطوني ترخيص برنامج هو اجتماعي سياسي يعني يرفع الغطاء عن ما كان في تونس من مشاكل علاقة المواطن بالإدارة الرشوة والفساد وانتهاكة حقوق الإنسان وكل من لهم قضايا وملفات مورسة عليهم ضغط لكي يتنازلوا عن حقوقهم حركنا الملفات الراكدة المهم أنه المفارقة أني كنت أعمل في جهاز حكومي وأقدم برنامج ضد الحكومة على قول أحمد زكي فهذا خلق مشاكل كبيرة لأنه لم يتصور عندما أقدمت يعني للعمل لم يكونوا يعلمون خلفيتك أنا لم أطرح بشكل البرنامج في المطلب المكتوب يعني عندما رسلت وكان حسن نية كان عن حسن نية أول برنامج فعلا يخرج عن المسكوت عنه وأول برنامج يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها بن علي وحكومته للإعلام التونسي أتذكر فقط في لحظات نحكي لك أول حلقة من البرنامج صحفيين يتصلوا بي ويقولوا لي كنا نتصور أننا في غير قناة حنبعلة التونسية نحن في قناة أخرى لأنه ما شاهدناه لا علاقة له بالإعلام التونسي كان حديث عن الرشوة الموظفين الحكوميين كان حديث عن انتهاكات أراضي من طرف أصهر الرئيس كان حديث في البرنامج عن قضايا وبالوثائق عن بعض القضاة الذين كانوا في تونس يمارسون معناها السلطة يمنحوها لهم موقعهم كقضاة في جانب سلبي يعني كان حديث عن محرمات مشكلة عنها وإذين بن علي لم يكنوا يغضبون من هذه البرامج أنا تعرضت لمشاكل كثيرة من بن علي نفسه لأنه هو وضع ورقة حمراء إيمان بحرون تعمل فقط في وكالة الأنباء التونسية وممنوع العمل في أي تلفزيون تونسي آخر أو حتى أجنبي يعني تم إيقاف البرنامج بعد أربع أشهر تم مرس علي ضغط في عملي في الوكالة تقدم مواطنون بقضايا ضدي على أساس أني انتهكت حقوق الصحافة وأنني لم أحترم عملي كصحفية وكذا كذا وأنني دخلت إلى يعني كانت فم محاولة لوضعي في الإطار من جديد وهو ما رفضته لأني استقلت من عملي كمضيعة في التلفزيون في قناة حنبعل وحتى عندما حاولت القناة بعد نظام بن علي حتى قبل العودة بن نظام بن علي يعني لما تصالح صاحب القناة مع بن علي من جديد واتفقنا على أن أعود لتقديم برنامج الحقيقة وهو برنامج سياسي اجتماعي أيضا بنفس الجرأة ليلة بث الحلقة الأولى من البرنامج تم إيقاف البرنامج وتم إعلامي رسميا من طرف رئاسة الجمهورية أنني ممنوعة من العمل الصحفي لأنهم اعتبرونني الصحفية أدخل إلى مناطق لا يمكن الدخول إليها وأن اللغة التي أتكلمها لتتماشى ونظام بن علي أنت راضية عن ما حدث معك هل يستحق الأمر في ذلك الوقت؟ أنا فخورة رغم أن ألمي كبير أن والدي رحمه الله في لحظاته الأخيرة من الموت كان يبكي لأنه بعد ما فرح بما أعتقد أنني حققته لنفسي وللإعلام التونسي وجد أنه في اللحظات الأخيرة تم إيقافي بذلك العنف حزينة لأن والدي رحل بالفكرة أنه مورس علي قمع وكنت أتمنى أنه يعيش لحظات الثورة التونسية وأنه يرى أنه بإمكاني الآن أن أعود إلى التلفزيون وعدت فعلا إلى التلفزيون لأمارس العمل الإعلامي كما أره أنا كما سأحاسب عليه يوما ما أنني اخترت أن أكون إعلامية ويجب أن أكون وفية لبلدي ولقضاياه ويجب أن أتكلم الصدق وأن أتكلم عما هو مسكوت عن أساسا نعم المزيد بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد يعني المؤشرات تدل على أن تعدد الزواج في تونس نعم تعدد الزوجات سيبقى ملغة هذا ما وعدت به الحركة النهضة التي هي من صاحبة أكبر كتلة داخل المجلس التأسيسي وهذا ما تصر عليه الأطراف الأخرى يعني الشعب مقتنع ترواهم بهذه الفكرة بالنسبة لهم مسألة تعدد الزوجات غير مطروحة في تونس لأنه يعني كان تونس لها ديها منحة في هذا المجال في مجال الأحوال الشخصية اتخذته وعاش شعب به لسنوات ويعتبرونه تراجعا يعني مجمع الأطراف تعتبره تراجعا وحركة النهضة تقول أنها لن تعود لن تعمل على إعادة بمجلة الأحوال الشخصية إلى الوراء ما تعتبره أطراف أخرى إلى الوراء وما تعتبره الطيرات طبعا السلفية وأحزاب أخرى اللي هو القاعدة يعني العمل بالشريعة الإسلامية هناك تخوفات موجودة ولذلك الأحزاب المعارضة داخل المجلس التأسيسي للترويكا ثلاثية الحكم تؤكد على أنه يجب أن تعتلي حقوق المرأة من جديد مرتبة الدستور يعني لكي لا يكون هناك مجال للتراجع فيها ماذا عن العقوبة؟ يعني أنا أعلم أن العقوبة هي ثلاث سنوات أعتقد للرجل الذي يتزوج يعدد زوجات في تونس ليس هذا الفكرة بالتحديد لكن هو القانون التونسي القديم ألغي يعني وهل سيكون هناك عقوبة جديدة؟ لم أطلع بالضبط على هذا المجال لكن أكيد أنه أساسا أساسا ما نتوقعش أنه رجل تونسي سيحاول خرق القانون يعني وتزوج حتى لو كان هناك رجال تزوجوا خارج تونس يعني وبعقود غيرها عقود الزواج المدني والزواج المتعارف عليه يعني المسألة في تونس تطرح بشكل أوضح يعني لا لتعدد الزوجات فعندما تتصير ممارسات وتكون قليلة جدا لا تكون معلنة يعني لكن قانونيا لم أطلع كيف سيتم اقتراح هذا الأمر في الدستور أو في مجالة الأحوال الشخصية الجديدة برأيك المرأة التونسية اليوم يعني كيف تنظر للمشهد بعد عام يعني هل هي مشاركة فاعلة؟ هل هي تنتظر المزيد من المشاركة؟ كيف؟ هل هي راضية عما يحدث يعني اليوم؟ المرأة التونسية موجودة اليوم في كل المجالات يعني أمام المجلس التأسيسي حيث يصاغ الدستور وحيث شكلت الحكومة تجد المرأة التونسية واقفة ترفع شعارات تصهر الليالي يعني وتنام مع رجل رجال الموجودين والأطفال في الشوارع في خيام مطالبة بالمحافظة على حقوق المجتمع كما هي على الحريات الشخصية بشكل عام وعلى حقوق المرأة بشكل خاص المرأة التونسية اليوم مطروحة في أكثر من منصب سياسي وحقيبة وزارية المرأة التونسية اليوم هي مساهمة فعلية في المجتمع المدني طبعا الكفاءات النسائية موجودات في كل المجالات يعني القضاء الطب يعني مسألة دخول المرأة للقضاء مثلا لم تطرح اليوم مطروحة من سنوات يعني ندينا نساء حتى رئيسات محاكم طبعا وقد صدفنا يعني القاضية في مساوات القضاءة التونسية فتونس بالنسبة لها يعني مسألة اعتلاء المرأة لمناصب ريادية أمر يعني فيه تسلسل طبيعي ولن يقع القطع معه اليوم المرأة ربما مثل ما حدثتك تسعى لأن يكون وجودها في التأسيس لهذه الجمهورية الثانية وجود فعلي على المستوى السياسي على المستوى المجتمعي بشكل عام بعد عهد بن علي هل هناك ضوابط للحرية المطلوبة التي طلبتم بها أنها حرية مفتوحة يعني أكيد تونس في فصل الأول من الدستور الذي اتفقت حوله مجمل الأحزاب تونس هي دولة إسلامية لغتها العربية تعيش فيها الأطياف كلها يعني أصحاب المعتقدات الأخرى غير الإسلام وغير المسلمين باحترام لكن أساس تونس أنها بلد مسلم يعني الحرية حرية التونسي تقف عندما يبدأ في إزعاج غيره هذا فقط يعني ليس في ممارسات أخرى يعني نعم بعد عام يعني من الثورة كيف هل عادت الحياة للشوارع التونسية بشكل طبيعي كيف تبدو الأمور هناك في تونسي هو أقوى ما في الثورة التونسية أنه رحل رأس النظام وصارت حكومة أولى وحكومة ثانية وثم حكومة ثالثة في فترة ما بعد الثورة الأيام التي تلت الثورة لكن الإدارات عملت عادي لم يقف لماء ولا ظوء ولا مؤسسات وقفت عن العمل ولا يعني الحياة استمرت والشوارع استمرت في عيش يعني النمط الحياتي العادي والتونسي أعطى مثال أعتقد للعالم مشرف جدا أنه رأس النظام اللي كان فيه المشكلة هو الذي رحل لكن الشعب هو في بلده ويمارس حياته طبيعية أكيد أنه التظاهر والمظاهرات ارتفع عددها وأكيد أنه الاعتصامات أخلت بالنظم الاقتصادية والنظم المالية لكن هذا إفراز طبيعي للثورة التونسية فيه أحيانا مبالغة لكن هو نتيجة طبيعية للقمع الذي عاشه الشعب التونسي في عدم التعبير عن رأيه وفي عمل دم التعبير عن عدم رضاها عن مسائل ما فالأمور أعتقد ستعود إلى نصابها أكثر وأكثر مع أنه الوضع الحالي فيه كما قلت لك مشاكل اقتصادية وبعض الانفلاتات المجتمعية لكنها في طريقها إلى أنها تعود تتنظم من جديد نعم برأيك هل يمكن القول بأن تونس اليوم يعني مرت من مرحلة الدكتاتورية إلى الديمقراطية هل يمكن ذلك؟ طبعا نحن عملنا انتخابات وخرج الشعب ووقف لساعات لكي ينتخب من ينوبه داخل المجلس التأسيسي الذي هو مكلف بوضع اللبنة الأولى لبناء الجمهورية الثانية لتونس فمن الطبيعي جدا أننا قطعنا مع مرحلة الدكتاتورية وبدأنا نؤسس لجمهورية ثانية أساسها الديمقراطية وحرية الإنسان وكرمته فلا مجل للمقارنة ما بين ما كنا فيه ولذلك كان تخوف المجتمع المدني ومن بعض الأطراف السياسية من محاولة حركة النهضة على ما هما حللوا الأمر أنها تعيد دكتاتورية ثانية من خلال رئاسة الحكومة يعني تتنقص صلاحيات رئيس الجمهورية الذي كان يكرس الدكتاتورية لكي تتكرس في رئيس حكومة حركة النهضة فهمت مطالب الشعب التونسي وتخوفاته والمجتمع المدني وتراجعت عن بعض الصلاحيات التي طلبتها لرئيس الحكومة التي في اعتقادها كانت صلاحيات لازمة لتأمين الاستقرار لتونس يعني الوفاق داخل المجتمع التونسي وداخل الكتلة الحاكمة وفاق موجود وطبعا هناك تلاحم واتجاه واحد هو حب تونس ومصلحة هذا الشعب وأنه وصلنا إلى مرحلة عدم الرجوع إلى الوراء وأنه اليوم لن نسمح لأي شخص في العالم أن يعيد تونس إلى المرحلة التي كانت فيها لسيما في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس بن علي البعض يعتقد ويؤمن بأن ثورة تونس كانت محرضة للثورات الأخرى في العالم العربي لا أعتقد البعض أعتقد الجميع جميع نعم أحيانا التحريض يكون تهم أكثر منها أنتم في تونس كيف تنظرون للثورات الأخرى يعني هناك من يقول بأن الثورة التونسية واحدها من نجحت وسط الثورات برعيكم أنتم كالتونسيون كيف تنظرون لهذه الثورات الأخرى هل هي إيجابية؟ هل نقلت بشكل خاطئ؟ هو ثورة تونسية لماذا نجحت؟ نجحت لأن لم تتواصل الصراعات داخل المجتمع التونسي أكثر من ما كان ممكن أن يهدد استقرار الشعب وأن يكرس لمفيلات الأمن نجحنا في تخطي عقابة الانتخابات عملنا الانتخابات مشينا لتشكيل حكومة وحتى ما يصير الآن من تجاذبات هو أمر عادي جدا بالنسبة للثورات الأخرى إذا كان نخذينا بالترتيب الثورة المصرية المصريون أيضا نظلوا من أجل الحصول على حريتهم وعلى القطع مع دكتاتورية الحكم السابق وربما تعبوا أكثر شوية من الشعب التونسي لكن نجحوا في تكريس ربما بعد التركيبة المجتمعية والسياسية للمجتمع المصري ليست نفسها في تونس لذلك كانت التجاذبات أكبر إذا مشينا لليبيا ليبيا أمر آخر يعني ليبيا تعاني من ويلات يعني تقزيم للشعب أساسا يعني حتى على مستوى الفكري لكن ثوار الليبيون أكدوا أنهم ولكن ماذا بعد بعد الثورات يعني ليبيا لازالت يعني أنا تحدث حتى عن الانتخابات المصرية يعني المقرنج قليلا يعني مختلفة بين تونس هو أعني شخص لك تونس لماذا تميزت لأنها تونس نجحت في تجاوز عقبت ما بعد تحرير من النظام السابق بقية البلدان العربية مصر تعيش تجاذب ماذا عن بحون وليمان أظن أنها نار خامدة ستشتعل يوما ما هي قاعدة تشتعل شيئا فشيئا حتى وإن كانت طائفية حتى لو كانت طائفية يعني أي شخص داخل أي مجتمع حتى لو كان يمثل فئة قليلة من حقه أن يتظاهر من حقه أن يعبر من حقه أن يطالب بحقوقه ومن تلك ربما الشرذمة أو النسبة القليلة ممكن أنها تزيل الغطاء عن ما هو مستور أكثر ما يسعى الإعلام أيضا هناك إعلام عربي وأعلام غربي يحاول أن يكرس صور أخرى حتى عن الخليج العربي ماذا عن سوريا؟ سوريا هو اللي فعلا نظام الأسد يعني غريب أصعب؟ أصعب يعني كان فما يعني إصرار غير هل توقعت أنه يكون أصعب من قذافي مثلا؟ لم أتوقع ماذا عن توكل كلمان كيف نظرت لي يعني جائزة نوبل للسلام ليتوكل؟ يعني جائزة نوبل للسلام تطالعنا أحيانا بمنح إيجابي تتخذه ومنح آخر أحيانا غريب وغير متوقع لكن تبقى طبعا الهيئة أو اللجنة المشرفة على هذه الجائزة هي التي لديها حسابات ما ربما أحنا ليس لدينا يعني فكرة عن خباياها لكن هذه الجائزة تنقلت أحيانا منحت لأشخاص يستحقون ومنحت في أحيان أخرى لأشخاص نستغرب بحصولهم على هذه الجائزة حق منح الجنسية الأبناء التونسيات كان البعض يقول أنه كان يعني بشكل نحن ننظر من المنظر الخارجي كان الخاتمة لحقوق المرأة التونسية هل هناك حقوق متوقعة مرتقبة مستقبليا برأيك؟ عفوا الحقوق التي ستطالب بها المرأة التونسية كما قلت لك هي أولا حقوق التي ستعلو مرتبة الدستور كما كانت مجلة الأحوال الشخصية وثانيا حقوق فعلية في ممارسة الشأن السياسي في ممارسة الحكم مع الرجل يعني كما قلنا مبدأ التناصف الذي وقع اعتماده في الانتخابات في المجلس التشريعي مسائل مثل هذه تنظر إلى أو تكرس المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية والحياة المجتمعية لأنه على مستوى الأحوال الشخصية الحقيقة هناك من طالب حتى بإنقاس من بعض الثورة أن الرجل تعود إليه حقوقه مقارنة بالمرأة لأنه أصبح في نظر البعض الرجل هو الذي مهضوم الحقوق مقارنة بما تتمتع به المرأة التونسية تقد أنها تحصلت على جملة من الحقوق تخليها تتحرك في الزمن السابق وهذا ما سيتم تكريسه إن شاء الله في الدستور الجديد إذا تسمحين لي أن أختم بربما التحرر في المشرق العربي كلمة التحرر لا يحبونها كثيرا لأنها تتحرر من الحجاب أو تتحرر من هذه القيود التي تفرض وفي المغرب العربي التحرر يكون تحرر بالحجاب لأنها تحررت المرأة من القيود المفروضة بعدم النقاب أو عدم الحجاب شكرا جزيلا لك يا جسادة إيمان معنا في برنامج مساواة شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة وإلى اللقاء